والآن حان وقته الحلو الحلو في الفرندة بطيخ بس هنقدم البطيخ النهاردة زي بنتكون بالزبط بتقدم طول لأ سلطة لأن البطيخ من الحاجات الممتعة جدا وأنا بحيث لما متعامل معايا معاملة مختلفة غير إن شقفة وتدخل كده تدرب سنانك فيها تلحتها بدي شكل مختلف وطعم مختلف وفكرة تانية ممكن قوي يبقى غدى غدى طبعا بطيخ تمام وفي الصيف ده لطيف برضو طبعا بطيخ ده فكت الصيف كلها كل الصيف يا مش عايفة بتحس إنه فكت الصيف دي تين أنا دقت تين الإسبوع اللي فات سكندرية شفت التين الأخضر آه شفتوا وهو بيطلع أسبوعين مش ممكن ده ده سافر ده بقى ده ده اللي فكت الجنة بجد لإنه ناس كتير بتفتكر إنه أخضر كده فطعمه مش مسكر لاا دا عسل مكرر ده بقولك تدوس عليه كده sabenس بصي بينز بيقز بيقولوا علي بيتحك آه ده بيتحك ده حسب بيقولك التين ده بيتحك بس موقف ده فعلا نادر نادر أناكلته في لبنان ايوه طبعا على تنكر الماكل في البلاي ده ما فيش يعني لكن لما شفته قلت ايه ده بيطلع وقته صاير قوي ما بيكملش نا خالص يعني تطلع تروح زباك جامعة لايوش ده ايه ده شوية جرجير جرجير في الحلو اه ناخد شوية البطيخ ناخد واحدة هنا كده دايما كمان لما تاكل البطيخ خد النص الشروشة ايوه ايب ايوه تاخدش ملاعر اخد الشروشة ايوه ويش البطيخ لتحت ده بيبقى يعني نسيبه نسيبه حد تاني ايوه نسيبه حد تاني لحظهم اسوأ انما دايما اخد الشروشة ده بيبقى قالك قلب البطيخ من جوه زي قلب البطيخ من جوه بس كده وقتين هناخد حتتين كسبرة 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 اده حلم اه هتشدود واتشوه هتقوللي هتقوللي رايك ايه كسبرة وقرجير وبطيخ هازا ما لم نسمع به من قاوة وحدتين نعناع نعناع ماشي النعناع ده راحته حلو قاوي نعناع الجنينة ده هتقوللي راحته ناس كتير بقى بتزرعن عنها في جنينة هو بس عيبه ان هو بيأكل الجنينة اه يعني تزرعه هنا تبوص ليه بقى في كل حتة محصول اه شوية جبنا بيضة جبنا بيضة براميلي كمان ماشي جبناه بطيخ بقى ايوه بس احنا حنقيفه وده طبعا سهل ومش مكلف يعني خالص خالص ومن عندنا جبناه بطيخ بس اخد بالك الحاجات دي لما بتتقدم بشكل مختلف بتدي يقول لك هلا جبناه بطيخ عند الشافة ديرو ريك كده يعني بس اخد جبناه بطيخ هو جبناه بطيخ شوية الدقة ماشي وبعدين لا تتعجب رشة من زيت الزيتون الزيتون اوكي اي سي حيبا فيه بقى التوازن اللي هو الحادق حلو ايوه حزق لازع ايوه حزق لازع بحلم بيك انا بحلم بيك ترار ترجمة نانسي قنقر